بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وشعرنا دايما بيت المصريين لكل المصريين هنتكلم النهاردة عن موضوعات كتيرة متعلقة ببعضها البعض في موضوع واحد وهو خشونة الرقبة أسبابها إيه وطرق العلاج وعلاقتها بالسمنة وعلشان نعرف تفاصيل أكتر يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتورة راشا حسن أخصائية الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي والحاصلة على دبلومة النباتات الطبية لعلاج السمنة والنحافة أهلا وسهلا بحضرتك يا فاند أهلا بحضرتك نورتنا في بيت المصريين دمور حضرتك ربنا يخليك ربنا يخليك يا دكتورة عاوزين نعرف من حضرتك بداية ما هي خشونة الرقبة وإيه أسبابها خشونة الرقبة ده ضعف في السائل الزلالي وتأكل في غضروف الرقبة أسبابها في خشونة أولية وخشونة سنوية الخشونة الأولية دي ملهاش سبب الخشونة السنوية ممكن يبقى سببها حاجة مولود بيها وراسية ممكن يكون سببها تكرار الإصابات خاصة لعبة الكرة ممكن يكون سببها مريض السكر ممكن يجيله خشونة المريض اللي هو بيتعالج من خمول في الغضة الدراكية أو نشاط في الغضة الدراكية ده برضو ممكن يكونوا يجيله خشونة ممكن السمنة المفرطة برضو ده عرضة يعني دول أكتر ناس اللي هما بيتعرضوا لمرض خشونة الرقبة طبعا في ناس كمان عرضة أكتر لخشونة الرقبة اللي هو طبعا الخشونة دي بتيجي فوق سنة الخمسين سنة مش شرط كل ناس يشتكي منها 80% من الناس اللي فوق الثمانين لخمسين سنة ممكن لو عملنا لهم أشعة إكس يبان فيها تغيرات في المفصل إن هي خشونة 20% منهم بس ممكن يشتكوا بأعراض الخشونة طب ما هي أعراض الخشونة؟ ما هي عراض الخشونة؟ هو المريض دايما بيشتكي إن فيه ألم بيزيد دايما بعد الشغل وعلى مدار اليوم وفيه تيبس ممكن يحصل له وصح من النوم ما بيتعداش ربع ساعة أو تلت ساعة يعني نقول للناس اللي هما الطاقة العاملة أكتر؟ الناس اللي هما بيستهلكوا الرقبة بزيادة ولو معهم كمان زيادة في الواجب بيبقى عرض أكتر ولعبة الكرة بالأخص لأن هما تكرار الإصابات واللوقعة وكده ممكن يجي لهم قطع في الغدروف الداخلية للرقبة فده ممكن يسبب خشونة في سن بدري يعني صغير سن مبكر طيب منقول لحضرتك ما هي العلاج طرق العلاج لخشونة؟ هو العلاج فيه دوائي وفيه تعليمات التعليمات ودي أهم حاجة أن أنا بعلم المريض إزاي يقعد إزاي يقف إزاي مثلا يركب العربية ينام إزاي كل الحاجات دي تعليمات تاني حاجة لو وزنه زيادة لازم يخسي الوزن لأن كل تخسيس كيلو بيشيل من على الرقبة تقريبا أربع أضعاف الكيلو هي زيادة الوزن مشكلة لكتير من الأمراض دلوقتي فهو مهم جدا اللي هو التخسيس لو في مثلا حالة وزنها زيادة وبدأ التخس دي ممكن 36% من الحالات دي ما بيجي لهاش خشونة وكمان لو هي مريضة قصم خشونة بدأ التخس من 25% لأعراض بتبدأ تقل طب هل مريض خشونة الرقبة يقدر يمارس الرياضة؟ وهم ايه هي الرياضة اللي ممكن يقدر يمارس؟ هوا ممكن يمارس برياضة المشي يعني رياضة المشي مهمة ودي لها قوانينها يعني مش إن أنا أمشي على أي أرض ولازم يكون لابس مثلا الحزاء بتاعي يكون مناسب يكون رياضي ما يكونش مثلا كعب عالي يكون على أرض مستوية تكملت العلاج لازم إن أنا أقدي علاج دوائي فيه العلاج الدوائي أول حاجة اللي هو الأستامينوفين ده بس بضايا الألم لكن ممكن ندي حاجة ضايا للالتهاب زي مجموعة النونسترويدر أو اللي هي مضادات الالتهابات ممكن ندي حاجة تزود شوية السائل الزلالي زي الجولوكوزامين والكوندرواتين صالفيت والضايا سيرين فيه الحالات اللي هي بترفض مثلا إن هي تاخد علاج دوائي ليساهم من الأسباب سواء القسط بتاع عالي اللي هو الميزانية بتاعته عالية أو لو هم بيشتكوا من أي أعراض في الجهاز اللي هضمي أو فيه مشاكل في الكلا أو الكابر فبيرفوضه فممكن نحقينهم بقى والحن فيه كذا حاجة ممكن كورتزون وممكن هيلورينك أسد اللي هو السائل الزلالي حاجة بتزود السائل الزلالي وممكن هو البي أربية أو البلازمة ده اللي بيبقى بنسحب دم من عينة المريض وبنحقين له جزء اللي هو اللي فيه الجزء من البلازمة اللي فيه اللي هو الجروس فاكتورز أو اللي هي العوامل اللي بتزود الغدروف تانية تمام وفيه حالات بقى اللي هي الحالات المتأخرة شوية في الخشونة دي بتحتاج لعمليات بتدخل جراحي آه ده تدخل جراحي نعم طيب ليه بقى مريض خشونة الرقبة الألم بتاعه بيزيد فترة الليل هو أولا لأن فترة الليل بيقلي فيها الكورتزون اللي هو الطبيعي اللي بتفرس في جسمي آه والكورتزون ده أقوى مضاد للتهاب فطبيعي الألم هيزيد بالليل والحاجة التانية أنه هو الحالة بتبقى وغدى وضع رقود أو سبتة فترة طويلة في وضع ميل ووضع النوم نعم فإحنا زي ما قلنا اللي هو بيبقى فيه تيبس وألم بعد الراحة طب النهاردة هل ممكن نعالج خشونة الرقبة وتنتهي تماما في علاج لها لا نية تنتهي تماما لأ بس إحنا ممكن نأخر الأعراض بتاعها أو تقدمها لإنها أربع درجات فإحنا ممكن نقلل الدرجات بتاعتها وفي ناس الوقت ممكن نقلل الألم بتاعها وتقدمها فقط مش أكتر يعني لكن نية تنتهي لأ آه لازم يبقى فيه نسبة معينة مثلا نعالج نسب بس أو حالات يعني محنا زي ما قلنا ديبتي بعد سن الخمسين سنة تمام طيب إزاي بقى مريض خشونة الرقبة يتعامل مع الرقبة بشكل سليم آه لازم أكون كطبيب لازم أعرف في الحالة بتاعتي إزاي تقود أولا لازم تقود على كرسي له سندات في الجوانب آه ولازم يكون مستوى مفصل الفقد على نفس المستوى بتاع مفصل الرقبة حتى المسلا لو هي قاعدة على مكتب يبقى فيه حاجة تحت القدمين آه ممكن يبقى فيه كرسي قدامها آه تمد رجليها عليه وكل شوية تنزل رجليها من على الكرسي وترفعها تاني آه زي تمرينات يعني بحيث ميقعم بقشف تيبس آه تمام آه وما ييجي يقوم من على الكرسي لازم يطلع على طرف الكرسي وهسند على الجوانب بتاعته وبعد كده يقف آه لو هيطلع على السرير الحالة تبقى عادة الأول وبعدها ترفع رجليها مفروضة لو نيمة على ظهرها ممكن تحط مخدة تحت رقبتها الاثنين أوضع معينة لو نيمة على جنبها وهي نيمة تحط مخدة ما بين رجليها الاثنين ما بين الرقبتين لأنه ممكن يبقى فيه التهاب في الأوطار اللي هي تحت الرقبة نعم آه فالنها الرقبتين يلمسوا بعض دي بتعمل ألم في الرقبتين تمام آه إزاي وضع ما تاخدهش أكتر من ساعة أو ساعة ونص حتى لو هو مثلا قائد سيارة أو كده ممكن يوقف في العربية كل ساعة أو ساعة ونص وينزل يتحرك أو يمشي في نفس المكان آه يعني الوضع مختلف يعني لأن الألم بيزيد أكتر بعد الأعداء فترة طويلة تمام والتيابس بيزيد بعد الأعداء آه تمام طيب إزاي نحافظ على مفصل الرقبة وفيه هل هناك أغذية آه بتزود الالتهاب بتاع مفصل الرقبة آه زي ما فيه آه أغذية بتقلل الالتهاب لو أنا مريضي تخشونا آه فيه كمان أدوية آه بتزود آه بتزود الالتهاب اللي بتقلل فيه الحاجات اللي فيها الأم جسري كلها آه اللي بيزر الكتان وزيت السمك آه فيه اللي هو البوكليات الألبان اللي هي قلت الدسم الخضار اللي هو الورقي آه فيه آه الشاي الأخضر عشان فيه مضاد الأكسادة آه فيه اللي هو الليمون البرتقان والجريفروت البروكلي الكرومب الحاجات دي كلها وكل الحاجات اللي فيها الأم جسري بتقلل الالتهاب تمام عن نقيد بقى اللي بيزود الالتهاب اللي هي الحاجات اللي فيها الأم جسيكس الأم جسيكس زي الزيت اللوز وزيت فولستوية زيت جوز الهند زيت النخيل يعني نقلل الاستخدامات نقلل كمان اللي هي الكربوهيدريت النشويات اللي هي زي المقارونة الرز اللابيض الرز البني ده بيقلل الالتهاب لكن اللابيض بيزود اللحوم المصنعة كلها برضو بيتزود الحاجات دي بيزود الالتهاب فمرض الخشونة لو عنده فيه التهاب المفروض يقلل الحاجات اللي فيها اوميجا 6 والحاجات اللحوم مصنعة ونشويات طيب ما هو تأثير السمنة وزيادة الوزن على مفصل الرقبة اللي عنده وزن زي زي ما قلنا اكتر ناس عارضة اصلا الخشونة او الاعراض بتاعها هو صاحب الوزن الزياد لان زيادة الوزن بتزود الحملة على المفصل فبتزود اللوت بتاعه وده بيزود الاعراض بتاعة الخشونة تاني حاجة ان السمنة او الخلايا الدونية نفسها بتطلع حاجة اسمها ميديتورز او حاجات بتزود الالتهاب حاجات بتزود الانفلاميشن او الالتهاب وتطلع من الخلايا الدونية وتطلع اكتر في المريض بتاع السمنة هل السمنة لها اضرار اخرى على باقي الجسم؟ اه طبعا يعني يا بتأثر من اول الجهاز العصبي لحاجات الجلد والجهاز مرنا باقي الجهاز التنفسي والدوري كل حاجة يعني من اول الجهاز العصبي ممكن تعمل ضغط على العصب الاوسط ممكن تعمل زيادة ضغط في المخ فده ممكن كمان يقدل الاكتئاب ممكن اللي هو الجهاز التنفسي بساعة المريض اللي هو عنده وزن زيادة ده وهو نايم بيجيله حاجة اسمها بسرقتي بسليب ابنية اللي هو نفسه يقف فجأة ممكن بيزود برضو الازمة اللي هو مريض ازمة بيتأثر الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي الجهاز الدوري ممكن يعلى الضغط يعمل ازمة ممكن يعمل سكتة قلبية زبحة صدرية بيزود الكوليسترول او الدهون السولاسية في الدم نعم امراض كتير ومشغل كتير وده ممكن يعمل اللي هو الجلطات المتكررة الجهاز الهضمي طبعا الارتجاع ارتجاع المريء الجهاز التنفسي ممكن يعمل تجهزات عموايت خاصة اللي هو المجبين على الزواج تأخر في الانجاب ممكن كمان يجيب سكر اللي هو من الدرجة التانية ده بيقف مريض السمنة ممكن يجي له سكر من الدرجة التانية ممكن تيجي ليه نوبات النقرس اللي هو مريض نقرس بيزيد اكتر في مريض السمنة طبعا الجهاز الهيكلي والعضلي بيعمل الآلام أسفل الظهر ممكن زلاج وضروفية ممكن طبعا زي ما قلنا النهاردة خشنتوا رجبتين بتزودها فهو زي السمنة مش بس حاجة كوزموتيك أو شكل عام لهو كمان يعتبر مرضه بيقاصر على كل الأجهزة بتاعت الجسم نعم طيب إزاي حضرتك أنا أخس وفي نفس الوقت أكل كل حاجة أكل كل اللي النفس فيه كل اللي أنا عاوزها هو لو أنا عايز أخس وبرضو أكل أتبع بس تعليمات هو المفروض في الطبيعة أن أنا أخس في الوزن بتاعي 10% في أول 6 شهور نعم وده مهم قوي إن أنا ما بيبقاش أكتر من كده حاجة بقول إيه لبسيطة يعني نسبة بسيطة فهتعلم إزاي المفروض إن أنا أفطر بدري أكل فترات النهار اللي الحرق بيبقى فيها زيادة أحدد وجبتي ده معناه اللي بيخس حضرتك بكميات كتير إنه ده غلط طبعا في البداية لأن زي ما أنا بيخس حد يقول أنا خسيت 10 كيلو في أسبوع ما هو إن أنا خس بسرعة إن أنا خس بسرعة هرجع بسرعة وكمان بيبقى فيها معها تراهلات في الجلد خاصة في البطن والساكن عشان نزل بشكل سريع وممكن يبقى معاها حصوات في المرارة ممكن يبقى معاها الخطوط اللي هي بيتبحى حاجات تانية مشاكل تانية في مشكلة كتير التخسيس سريع التخسيس سريع في مشكلة لو كمان هو الحالة ما بتخسي سريعا بيبقى قدرتها إن هي تواجه مثلا الفيروس أو العضب بتبقى قليلة لإنها فقدت عناصر غذائية كتير ممكن تواجه الميكروب القوة بتاعتها إن هي تقوم بعمل بيبقى قليلة لإن الماصر الباور أو قوة العضبات بتبقى ضعفة عشان قلت البروتين مشاكلها كتير يعني إن أنا أخس بسرعة دي مشكلة كبيرة طب في علاج تاني مساعد مع التعليمات لسد الشهية بقى أو عايزين نوقف الشهية عايزين نأخذ أنا ممكن أستعمل اللي هو كشور السيليم دي كويسة جدا وسيف أمينة إن هي تشغل موضية في المعدة بس بتعمل بلق في المعدة يعني بتاخد حيز من المعدة فالحالة بتبقى شهية الأكل تبقى أقل الأكل بتقل أه فيه منتج اللي هو اللانوريكس ده كويس جدا فيه السيليم القشور بتاعت السيليم بتتاخد قبل الغداء اللي هي الأكبر رئيسية كيس في نصف كباية مية ويتاخد قبل أكل في نصف ساعة ويتشير بعدها كبايتين مية كبار وزي ما فيه سيليم جواه كمان كوروميوم الكوروميوم ده كويس جدا إنه بيزود الإنسولين ريسبتورز يعني اللي هو المستقبلات الإنسولين بيحسن الشغل بتاع الإنسولين على المستقبلات بتاعه فهو مهم أول مريض السكر أو المريض اللي هو داخل على سكر أو تكاييسات المبايد فسيليم كويس لأن فيه اللي هو السيليم هاسكس والكوروميوم مع اتباع التعليمات التانية لازم التعليمات الأساسية لأكل والرياضة وكده تمام طب فيه بعض الحالات بتعمل رجيم ومش بتخس وعلى العكس ده بقى المفروض الطبيب هيدور إيه أسباب تأخر نزول الوزن لأنه ممكن يبقى الحالة دي عندها مثلا خمول غضة دراكية ممكن يبقى عندها زيادة في المستوى الكورتزون في الدم اللي هو الكوشنجسندروم ده مرض ممكن يبقى عندها ديبريشن أو اكتئاب أو ماشي مع دكتور نفسية وبتاخد الإلاج بتاع النفسية ده بيزود الوزن ويفتح الشهية بتتعرض لعلاج آخر ومشاكل أخرى في الجسم يبقى فيه سبب تاني هو لمأخر النزول نعم بتاخد حاجة تانية طب الدهون اللي بتنزل من الجسم دي بتروح فين؟ هي الدهون اللي بتنزل مع التخسيس بطريقة أو بأخرى؟ هي بتطلع على الشكل سينوكسيزي الكربون ده طبعاً بيطلع عن طريق هواء الزفير وبتطلع عن طريق المية في العرق أو البول تقريباً اللي بيطلع عن طريق العرق والبول تمانية واربعة من عشرة لو أنا بخسي مثلاً عشرة كيلو في الأسبوع تمانية واربعة من عشرة بينزلوا عن طريق اليورين أو البول والعرق وواحد وستة من عشرة بينزلوا عن طريق التنفس أو هواء الزفير طب إيه النسبة المفروضة بقى للتخسيس؟ ما أنا زي بقول لحضرتك هو المفروض أخص عشرة في المية بس من وزن الحالف أو الست وشهور نسبة وتناشف عشان ما تعرش اللي هو النزول السريع ومشاكله يعني طب ونفضل مثلاً ممكن نعمل التخسيس الفترة قد إيه؟ يعني ممكن فأخذ مثلاً مكسيموم أخذ قد إيه تخسيس؟ مثلاً شهرين، ثلاثة، أربعة؟ لا هو على حسب ممكن أتوقف شوية أه لا أنا حسب وزني ما هو ده ريجمن أو طريق لازم أكامله لحد ما وصل للأيديال أو أنا عايزة إيه؟ وأنا بفكر تخسي لأن أنا مش عاجبني شكلي تمام تمام؟ فأنا لحد ما يعجبني شكلي حتى كمان ممكن أنزل عن الأيديال أو ممكن أنزل أنا بحسب وزني أو أنا في مرحلة سمن إيه؟ عن طريقة اسمها بوضي ماسي إنديكس أو بأم آي تمام في ناس بالشكل حضرتك نبص عليها نقول مثلاً لأ أنت محتاجة تنزيل عشرة كيلو ويكون وزنها زايد بس بيبام عليها لما تنزل مثلاً الخمسة دول أو العشرة دول إنها جسمها كويس قوي طبيعي كده يعني شايفينها جسمها حيو نحن زي ما بنقول هو كيلو تقريباً تأثير بأربعة كيلو يعني أنا لو خست كيلو تأثير جسمي بيبان عليك إني خست أربعة كيلو تمام ونكرر عملية التخصيص تاني إمتى؟ لا مش موضوعنا نكرر أيوة أنا أول موصل للوزن اللي أنا عايزة وصله تمام بعمل تسبيت بعمل تسبيت والتسبيت مش علاج التسبيت ده تعود التسبيت بيجيب نتيجة آه طبعاً هو التسبيت ده تعود أنا عودت جسمي على وضع معين أنا كنت ماشية بطريقة غلط يعني ممكن الناس أنا زدت في الوزن لإني أنا تصمير مش باكل كتير يعني أنا باكل واحدة بس باكلها غلط باكلها في نهاية اليوم فبتزود الوزن فبتزود الوزن نعم فأنا دلوقتي غيرت نظام حياتي من نظام الخاطئ للنظام الصح طب أنا دلوقتي المفروض أمشي بقى عن نظام الصح أنا تعودتي عليه خلاص آه يبقى بقى ده يعني ايه وخداء معي على طول بقى نظام حياة هو التسبيت ده نظام حياة بقى نظام حياة بعدك أنا دايما بيقوله نوة ده نظام حياة أنا بقول ده ما فيد شخصي سليه آه بعد التسبيت برضو لا هو التثبيت نظام حياة مش عليك مش أدوية بعده بقى بتتبع على طول بتبقى عادة ببقى تعودت عليها يعني هو دايما كانوا داكاتي النفسية بيقولوا ان حاجة انا تعودت مدمناها فيما بعد يعني انا دلوقتي مدمنا شوكولاتة مثلا تمام ام تقولي ان انا خلاص اقلعت عنها لو عديت 21 يوم من غير ما اكل شوكولاتة فبقى تعودت خلاص بقى تعودت عليها فانا مثلا انا باكل بطريقة غلط وصححت الطريقة دي طبعا انا بقول كده ان انا همشى على رجيم 21 يوم او 3 اسابيع لا انا بتكلم ان انا بعد 21 يوم انا جسم تعودت اه 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 مش ما يبقاش فيه قابلية اصلا بعد ما انا مثلا قلت لحضرتك امشي على التعليمات 1-2-3 والتي هلود عليكي وصعبة لا انت بعد 21 يوم انت خلاص تعودت علي الواحدك اه اه فعلا احنا لما بنعمل كده بنلاقي نفسنا نتعودنا خدنا مثلا مقدار معين من الاخل خلاص على كده بس لما نرجع بعد فترة وهكذا فدي مشكلتنا يعني عايزين احنا تثبيت بقى التثبيت يعني اخر الحال اه خلاص طيب ما هي مشاكل التخصيص بقى بسرعة كده بنقول مشاكل اللي بنتعرض لها واحنا بنخس بقى او مشاكل التخصيص كلها ما هي مشاكلي وانا بخس اننا دي اما عايزة الحاجة ان انا كلها لانا كنت متعودة عليها اه هو المفروض ان انا برضو في البداية مش حرمك من الحاجة اه مش حرمك من الحاجة مرة واحدة يعني مثلا انا نفسي اكل الشوكولاتة واكل بيتزا وااشف بيبسي مثلا واكل ايس كريم كله ما يبقاش كله في اصبوع واحد تاخد حاجة حاجة من دي انظم اه انظم وااخد منها حاجة وسيطة كميات قليلة كميات قليلة لحد ما هلاقي نفسي مثلا بكافئ نفسي مثلا كل اصبوع ان انا اخد مثلا واحدة ايس كريم او واحدة شوكولات اه المشاكل اللي بتعرض لها في الفترة دي في بداية الفترة بقى بتاعت التخسيس بيحصل ايه يعني في ناس بيحصل لها زي هبوط اه هبوط او دوخة اه زلان في الجسم اه ده بقى بيبقى المفروض ان انا بقى ازبط الكلورس بتاعتي او احتياجاتي اه على حسب اه مش بس الوزن والطول ومحيط الوسط والدهون وكده لا اه في اعتبارات تانية يعني مثلا انا واحد شغلي مكتبي غير واحد مثلا شغله حرفي بيشتغل مثلا عضلات اكتر اه الراجل غير الست نعم فهو المفروض ان اللي هو الكالورس بيتحسب عشان ما تخلش في حدة الهبوط نعم وبرضه مش ان انا احس بهبوط ان انا روح اخد مثلا معلقة سكر او معلقة عسل اه لا انا هاخد السكر اللي موجود في الفكهة ده احسن اه تمام من الناس اللي بتخس بسرعة يعني اللي بيحصل عندها بقى بتنزل وزنها اه بسرعة يعني الفئة من الناس مثلا او دخلها في طبيعة العمل اه طبعا اه لما الناس اللي بيشتغلوا شغل ايه بقى طبيعة الشغل اه لما الناس اللي ما فيهم حركة اكتر اه اللي بيعملوا مجهود مجهود يبذلوا مجهود فمهما يأكلوا برضو بيخسوا وممكن فيه ناس كمان اه بتاكل كيمات كبيرة جدا وبرضو بتخس لازم ادور في دي وفيه ناس بتاكل وبرضو ما بتخسش اه وفيه ناس تعمل للمد اه فاللي هما بيأكلوا بيأكلوا كتير ومش بيبان عليهم زي ما بيقولوا اه بيخسوا ايو ده ممكن يبقى فيه عندهم على العكس بقى النشاط في الغدة الدرقية اه ممكن يبقى عندهم مثلا اللي هو الطفيلات اللي موجودة في الامعاء اه اه ممكن اللي هما الناس اللي هما الكوروني الديزيزز بقى اللي هما بتعالجوا من امراض مزمنة زي مرض الكيلة او الكابب اه الناس اللي عندهم كنصر اه بيقى برضو بيأكلوا كتير او بيقى في مرحلة الاخيرة بيبقى عندهم برضو سدى النفس اه مع تخصيص تمام تمام اه ممكن الناس اللي هما الدبرزت على العكس فيه ناس اللي هما عندهم اتقاب زي ما بقولوك ده بيحط غلون في الأكل في ناس بقى عندهم اتقاب أو نفسيتهم مش كويسة بيقوا رفضين الأكل فدي حاجة بيصنفريشن بقى دي مختلفة أنا غير حد تاني تمام لو عظم المصارين كده بتخشفوا الأكل طيب الناس اللي قاعدة كده في البيت مقدر نقول من غير عمل مثلا أو عملها مفوش بزل مجهود دي بتقل عند التخصيص بيكون طبعا بي مش بيظهر عليها بسرعة لا بس يا لو اتبعت وخاصا لو اول مرة في الرجيم خالص ممكن تبذل كتير بس لازم تستعمل رياضة يعني حتى لو عندها ماشية أو عجلة في البيت مفيش مشكلة المشي في المكان نفسه وطلوع سالم ونزلها لو في ناس مثلا نقولك لا انا مش هينفعين انا مثلا هتماشى بس لازم رجيم الرجيم ده اساسي بيقولو في حد بيتصل دلوقتي وعنده سؤال بيسأل بيقول عنده زلال في ماشت الرجل لو في حاجة يعني أو عايز حاجة تساعد في نزول الانسولين كده عنده مشكلتين على فكرة يعني كده الزلال يعني هقول له حضراتك بقى ورم الرجل ده ده طبيعي مع مريض السكر يعني ده طبيعي مع مريض السكر يعني كان السكر عنده مش متزبط عشان كده بيسأل على حاجة فهو رجلي كده ورمى حتت بقى ان هو عايز حاجة تحرق السكر هل هو مريض السكر لما ينزل السكر يعتقد ان هو الورم هينزل هيخس هو لو زبط السكر الورم هيروح تمام لو زبط السكر ورا مايروح. لكن هو عايز حاجة تحرق السكريات. ما احنا زي ما قلنا. اه اولا هو دلوقتي بياخد الانسولين. اه ممكن نعمل اتصالات ولا وقت حضرت مش هيسمح الحلقة دي. بس اكامل اجابة ولا? اتفضلي. تفضلي. فيه اللي هو الميت فورمين واكيد ده مش عليه. الميت فورمين ده كويس. الكروميوم زي ما قلنا. الكروميوم برضو بيحسن مستقبلات الانسولين. تمام. فيه اللي هو السليم او كشور السليم. ده برضو بيحسن مستقبلات الانسولين غير ما بيعمل باقي في المعدة. فيه حاجة اسمها دارسيني دي زيها زي القرفة. تمام. تمام? اه. دي برضو كويسة جدا لموارد السكر. السكر. اه. في الرجيم. انا كل ده بعمل بقوله اللي عايز يخس. تمام. فدي اعشاب كويسة جدا يمشي عليها. الموارد اللي عايز حرق السكريات. تمام. طيب معانا مدخلة تليفونية من امو محمد. الو? 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 كانوا بيقولوا فيه اتصالات كتيرة جدا. واحنا طبعا مشاكل الناس ما صدقت. مشاكل خشونة الرجبة ومشاكل السمنة دي كتيرة. فمعانا بيقولوا اتصالات كتير. بس طبعا الوقت مش هيسمح بالاتصالات دي كلها. الو? 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 طيب عموما دكتورة هتبقى معانا في حلقات تانية ان شاء الله من البرنامج. الحلقات القادمة هتبقى معانا في سلسلة حلقات. وهنفتح خطوط التليفونات وهتجاوب على كل الاستفسارات والاسئلة. والحلقة ده سما طبعا مليانة. وما الوقت مش هيساعنا ان احنا نقول نجاوب على كل الاسئلة. ولا نطرح كل المشاكل بتاعت السمنة والتخسيس وخشونة الرجبة. فاحنا اتشرفنا بحضراتك النهاردة. الدكتورة? الدكتورة كانت موعدة بمفاجأة للمشاهدين. هو المفاجأة كانت تبقى الحلقة دي بس الحلقة وقتها دايقة زي ما حدك شايفة. بس اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله الحلقة الجاية هيبقى فيه منتج قوي جدا. آآ آآ غير انه بيسد النفس بيحرق آآ آآ بشكل كبير جدا عن تجربة. آآ 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 ويعني ممكن كل عمار. تخسيس. تخسيس. آآ. المرة الجاية ان شاء الله. ده مفاجأة بقى لبيت المصريين بس. بيت المصريين بس. وهيبقى من خلال ان شاء الله شركة سويبل. آآ وهنقع علي ان شاء الله الحلقة الجاية. لا دي مفاجأة جميلة طبعا ان شاء الله. وانتظرونا مع دكتورة راشا حسن ان شاء الله الحلقة الجاية وسلسلة حلقات. وهتجاوب لكم على كل اسئلتكم واستفسراتكم. وهيكون المنتج معها بإذن الله. وهتعرفكم اكتر على المنتج. وكل حاجة عنه. بنشكر حضرتك يا دكتورة. والدايما الاوقات السعيدة بتعدي بسرعة. تشرفنا بحضرتك جدا. نورتينا النهر ده في بيت المصريين. وساعدنا بحضرتك. وتحياتي يا عزائي المشاهدين. وانتظرونا بعد الفاصل مع فقرة مواهب فقرة الثانية من بيت المصريين.